كمان يجب أن نقتدي بالحجيج حتى لو احنا مش منهم نقتدي بالحجيج في هذه الأيام في الأعمال الصلاحة وهنا عايزين نتكلم عن الدبح والأضحية فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاحه عظيم الدبح والأضحية المسألة لا تقتصر على الدبح والأضحية فقط من البداية وهو ده اللي خلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يؤكد على أهمية هذه الأيام ما من أيام أفضل عند الله ولا العمل فيهن أحب إلى الله ولما جاء المن أراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره وأغفاره شيئا ليه يتشبه بمحظورات الإحرام ولذلك جمهور الفقهاء على أن الأخذ من الأظافر والشعر جائس يعني إيه يعني لمن احتاج إليه فالنهي النبوي هنا على سبيل الكراهة مش على سبيل التحريم يعني طبيعة شغله مثلا هو هيضحي لكن طبيعة شغله بتفرد عليه أنه لازم يحل أدانه كل يوم بالضبط يبقى أدانه يبقى ما عندوش مشكلة لكن هي القضية في التشبه بالحجيج عايز يقول لنا عيشوا حالة التقرب إلى الله والتوجه إلى حضراته سبحانه وتعالى ولذلك شوف الآية فمن فرض فيهن الحجة والحج لغة القصد هنفهم الآية في ظاهرها بمعنى إيه لغة القصد؟ القصد الحج لغة القصد يعني عليك أن تتوجه إلى الله في كمال تفسير الآية أن تذهب إلى الحج ولكن ليس هذا هو المعنى فقط في معنى إشاري أن تتوجه بروحك أن تتوجه بقلبك إلى الله أحسنت وهو أن تذهب إلى الله تعالى إقبالا عليه واجتهادا في الأعمال الصالحة في العبادة في الذكر خاصة الذكر من أحب شيئا أكثر من ذكره لنجعل هذه الأيام طاقة ذكر لله ليلا ونهارا لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى كل ما ذكرته كل ما نور قلبك وكل ما هداك هو سبحانه وتعالى وأن إلى ربك المنتهى أذكار الصباح المساء حتى الخروج أذكار الملبس أذكار المأكل كثرة الصلاة على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام عايزين نعمل برنامج عمل في هذه الأيام المباركة حتى يكون عيدنا فعلا فرحا بقبول الله لا حدثت أقوله لنا بعد إذنك يعني الأمر المهم الذي أحب أن أنبه إليه دائما في مواسم العبادة الشريفة أن الله تعالى جعل العيد عندما تنتهي العبادة فيفرح الناس بأن الله وفقهم إليها ولذلك نستطيع أن نجعل من يومنا وليلنا جزءا مهما في الإقبال على الله تعالى عود أولادك وأسرتك على هذا الوقت المستقطع هو في الحقيقة هو البركة في الوقت أن أنت تعود تعمل مجلس ذكر صلاة على حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما تحرمش نفسك من قيام الليل بأي قدر من القرآن بأي ركعات من الليل أقبل على الله تعالى يقبل عليك هذه أيام فرج وأيام فرح علينا أن نعيشها وعلينا أن نعيش جو الحج الحقيقي ربنا بيقول إيه فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج العلماء بيقولوا قوى النفس أربعة القوة الغضبية والقوة الشهوانية والقوة قوة الأنى والكبر والقوة العقلية أنت مطالب أن تزكي هذه القوة الثلاثة اللي هي الغضبية فلا رفثة الشهوانية فلا رفثة والغضبية ولا فسوقة والأنى والكبر ولا جدال في الحج وبعدين آخر حاجة واتقون يا أولي الألباب يعني يا أصحاب العقول تنمي عقلك وتنمي التدبر فتدبر في هذه الدنيا وتدبر في حالك فيها وأنك ستنتهي ولك أجل سترحل إليه فماذا فعلت فيها؟ هل استطعت أن تكون طاقة خير لمن حولك؟ هل استطعت أن تترك مع كل معاملة ذكرا طيبا؟ أم أن الأمر لا يتعدى الطخوس؟ إذن فمن فرض فيهن الحج دي لموسم الحج مش شرط فقط للحجيج معناها الظاهري أنه إلى الحج شعيرة الحج معناها الإشاري وهو التدبر القرآني أنني أفهم منها أن هذا موسم توجه قلبي إلى الله إن لم تذهب بجسدك فذهب بروحك